إذن أعزائي المشاهدين السلام عليكم معكم بإذن قناة كلية الباربونت أو باربونت كوليج هذه القناة المختصة في تعليم الباربونت المرحلة المتقدمة إذن درسنا اليوم هو التصميم هذا الشكل هذا الشكل هو باربونت بتقنية إنفو جرافيك هذه التقنية الرائعة في عرض البيانات إذن هذا هو الشكل الذي سوف نقوم بتصميمه أو شكل يشبهه شكل يشبهه في التصميم إذن نذهب الآن إلى الشريحة الجديدة هنا هكذا شديدة نذهب إلى الإدراج نذهب إلى هنا الشكل المكتفي مستطير مستدر زوايا نقوم بوضعه هكذا هذا هو الشكل هنا في الأعلى هناك نقطة صفراء هناك نقطة صفراء نقوم بسحبها إلى الأسفل هكذا جيد المرحلة الأولى قد انتهنا منها نقوم بوضع ستة من هذه الأشكال ستة واحد اثنان ثلاثة نفس الشكل نقوم بنسخه من جهة اليسراء هكذا جيد الآن نقوم برسم دائرة هنا نقوم برسم دائرة هنا نقوم برسم دائرة هنا كبيرة كبيرة الآن نقوم ب وضع شفافية لكي أرى ما خلف الدائرة هكذا فقط هذا إجراء موقع فقط نقوم برسم دائرة وضعها في الخلف قليلا وكذلك نقوم برسم دائرة إلى الخلف قليلا إذن المرحلة قد انتهنا منها الآن نقوم بتحديد جميع الأشكال بالضغط على كونترول هنا هنا تنسيق ودمج الأشكال هنا تجزئة هنا تجزئة بعد ذلك نذهب إلى الدائرة نقوم بحذرها هكذا الآن نقوم بالتلوين هنا تلوين أخضر هنا أزرق وهكذا مرحلة تلوين مرحلة تلوين مرحلة رأيها أحب مرحلة تلوين إذن هنا أصفر وهكذا وآخيرا أخذ اللون هو اللون الأحمر إذن الآن نقوم بكذلك تغيير اللون هذا اللون أزرق نغط على تنسيق هنا تنسيق الشكل هكذا ندى بالتعبئة متدرجة هكذا هنا فقط نقوم بوضع اللون الذي نريده فقط هكذا اللون الذي نريده فقط هكذا هذا اللون سوف نقوم بقل دفعة كبيرة هذا اللون مطلوب نفس الشكل هكذا 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 نقوم بتحديد الجميع هنا تحت اشكالك بـ Control A نذهب إلى تنسيق هنا ونضع هنا مخاطط تفصيلي فقط لنزع الحدود وحدود الشكل مخاطط تفصيلي نضع هنا بلا مخاطط تفصيلي انظر كيف ذهبت الحدود الشكل إذن المرحلة الثلاثة قد انتهتنا منها نذهب إلى المرحلة الرابعة تصميم قالب انفوجرافك هو متعب صراحة تنسيق خلفية هنا نذهب إلى تعبئة متدرجة هنا هكذا نقوم بوضع هنا مغاير قليلا وهنا كذلك اللون مغاير قليلا هكذا اللون هنا مغاير هكذا نقوم بوضع اللون مغاير قليلا لا هذا اللون هكذا جيد نقوم بتحديدها رائع الآن نقوم بوضع الظلال هنا تحديد على أشكال كلها تحديد على الأشكال كلها 1 2 3 4 5 6 هذا التنسيق هنا نضع هنا تأتي الأشكال هنا الظل ونضع الظل الذي نريده نضع حدد الظل الوسط هنا فقط نقوم بتجربة نعم نحن في الطريق الصحيح بقى فقط الأرقام هذه الأرقام فقط نضع هنا أشكال نضع هنا نص نص نضع الرقم واحد نضع 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 واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هنا اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة جيد هنا لربح الوقت نقوم بجلب هذه الكلمات فقط لربح الوقت فقط لكي يكون الشرح طويل وممل جيد هنا فقط نقوم بتنسيق قليلا فقط تنسيق الوسط هكذا تنسيق الوسط تكبر شيعر قليلا هذا هو شيعر باربونت كوليج نضع المعلومات تكست هنا نص نضع هنا جيد هنا واحد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة وهذا هو السالس والأخير إذا قد انت هنا نقوم بتشغيل شريحة هذا هو قالب الذي قمنا بتصميمه لهذا اليوم سوف نقوم بإظهار جميع الشريح هذا هو الشكل أول هذا الشكل الثاني الذي رسمته في السابقة وهذا الشكل الثالث الذي قمنا برسمه لهذا اليوم لا أدري كم تطلب من هذا الوقت سبع دقائق لرسم شريحة واحدة فقط كما قلت لكم هذه التقنية الرائعة اسمها إنفو جرافكة هي تقنية رائعة في عرض البيانات قد وصلنا نهاية الدرس كنا معكم بسكرا على ذكري من قناة كل الباربونت لا تنسوا اشترك في القناة وضمتم في رعاية الله وحفظه